السلام عليكم اليوم جاء لكم مخطأ جديد اليوم جاء لكم ما ينكرون الحلقة السابعة إن شاء الله أنا حلقة السابعة خلونا نبدأ الحلقة لا تنسون لايك والاشتراك الله يسعدكم جميعا ما بقي شعة 800 ألف أتمنى أتمنى أي واحد شوفوا المخطأ يشترك في عز رتبيهات ما بقانا شعة 800 ألف أبغاي ما يتي الرمضان بإذن الله إلا وأنا داخل 800 ألف الله يسعدكم جميعا خلونا نبدأ في المخطأ في الحلقة اللي راحت قلت لكم عطوني تصميم في كم شخص صراحة يرسلي في الإستقرام قال يستخدم البلوكات وفي ناس قالوا كلم رياب يصمم لك كلم لاوي يصمم لك أنا أبغى صمم بنفسي شباب هذا التصميم أضغى بنفسي صراحة شوفون هذه المساحة اللي هنا راح ننقل الشي اللي سوى لافا هنا أغلقكم قال ليش شيل اللي فوق ليش شيل هذه كانت حلوة شكلها حلو ومدرعش الأمانة أنا عجبني شكل اللي هنا الحالة يعني كذا كأنه منزل غجلة هنا على الطرف قاعدة الحافة لكن مدلعش شيلت صراحة ممكن كنت قاعدة شيل كذا ونظف معني كنت يعني أفكر مني يخليه سيكلي براح سوي مرضاني طيب قبل ما ندخل هنا تدرون هنا هنا في موبس في كريبر توني شايفه فما أبغى أدخل من هنا أبغاكم تشوفونا من بره هل أقدر ولا لا أوكي هذا هذا سكيلتن في كريبر أنا شايف كريبر الله مالنا ندخل مع هذا المكان صراحة الله يستر هو الكريبر والله أني شايف كريبر يا ريال والله إن شاء الله من رسبون والله أني شايف كريبر تعال تعال شكلا إن شاء الله من رسبون فجأة عموما أنا عشان يحاط القامة فما قاعد يعني مو قاعدة شوف شي معنا كمية كبستون أسطورية ولازم ننظف المكان حقنا أكثر وكثر لأنه عندنا بورشت أنت سايت في بلوكات مرة حلوة عجبتني بس ما دي كيف أجيبها يعني في بلوكة اللي تنور حقة الفروغ لكن هذي يبغالها ما قمو وتودي لزبها مشوار فخلوني الحين والله ستقومها معي أكل على قولد ليش ما سوي أوكي خلونا نشوف القولد دي معنا كم قولد النقيت ولا يوالله يتسوى من ذا أوكي يبدين نسوي كم واحدة لكن لازم نبقي معنا ثنتين حقة الزراع على ونبغى نزرع يعني ديو القولد والقولد يا طيب والقولد والله فيه هنا ما دري هذي تكفي ولا كثيرا ما دري صفرة أكل بشكل مبطبيعي لكن إن شاء الله هذي تضبط الأمور للفترة معينة كذا بجين نسوي أكثر أوكي هذي تكفي للحلقة كاملة إن شاء الله يعني لأن قولد كارت يطول فأمور طيب إن شاء الله خلونا نبدأ بسلفة النذر نرقيها فوق أووو صح ما أنا أبسيديون أنا جاه هنا عشان ناخذ الأبسيديون من بسيتها راح نغش من حقة لابة يعني أنا أسفة لابة يعني نسوي يعني لازم نغش لازم نغش من لابة واحدة ثنتين عشان ما تلخبط واحدة ثنتين ثلاثة بعدين هنا ثنتين يعني كذا واحدة ثلاثة بعدين أوكي أوكي أنا قاعد أفكر إنه يخلي الجدار يكون بعيد عنها شويتين يعني يكون هنا لا خنقول بلوكتين والله ما دري إني قاعد أفكر إنه يكون هنا إطلالة غرفة غرفة هذه حقة غرفة النذر راح تكون مصممة تصميم حلو بإذن الله ما فيشي في بالي حاليا بس إنه يعني لازم نصمم طيب إنه قلنا ثلاثة واحدة ثلاثة ما أدري إنه يكفي إن شاء الله إنه يكفي ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قلنا بلوكة ديرت بعدين ثمان بلوكات واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وبنضطر ناخذ من لاحبة شوي تبسيدين هنا البلوكات ما تكفي ١١٢١٣ أبا والله ١٣ بلوكة رتفاع كثير لازم نكملها كم قلنا؟ والله ضيعت والله اني ضيعت صدق ١٣ قلنا؟ إن شاء الله أنه ١٣ إن شاء الله ما غلطنا يعني بلوكة هنا نروح لها بعدين نكمل هنا ونجيب ٣٣ يعني هذه كم؟ هذه ثنتين أكسل خرب النذر أح والله إذني يا ساتر مفروض أصلا أني أرسم المكان بكابستون وأبدله بالله هذا كذا ما مادرش جاني علق مخي بشكل منطبيعي خلونا ندخل فوق ونجيب معنا ولاعة ما معنا ولاعة أتوقع أن معنا ولاعة قبل أيوه هذه حلو ما يحتاج نسوي مدري خلونا نشغل الله شكرا يا لاف على المقلب والله حلبنا مقلبة والله يا أحلب ناحل يا ساتر أتفكرني أسوي الحين هذه حقته منقس اللي متعلقه هنا بس خلوه بعدين يعني شي جمالي يعني ما يحتاج أن أسوي الحين ما أدري وش يسوي في غرفة النذر لكن خلونا ندخل الحين البواضح أنا بخلي كل تصميم جزاز من بره بحيث أنها تكون واضحة حلو رصبنا في نفس مكاننا بعد شي جميل جدا ويبغالنا نروح ذبحوا ذرس كليزم لكن ما عندنا عندنا يعني قلعة هذا المكان ما أدريش تسوي فيه بالضبط بس هذا خلوه شي ثانوي يعني احتمال أن يحط هذا المكان كذا ثلاث بكات ربا بكات على يمين وعلي سار وضبط كم شي بسيط كذا لكن الحين تفكيرنا بال هذه المساحة أفكر أني أسوي فيها شي اللي هو كأنه سق شعبي كذا خشب بوابة كاملة من هنا وهنا كله ماركت 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 ويكون كل مكان في قروي بس لو جبت القرويين خلاص بيكون عندي الأشياء الباقي السهلة لكن الحين ما عندي قرويين لأسف ونضطر نأجل هذا الشي شويتين صدقوني بغى نسوي عملات كثير مرة عشان يعني نروح للسبون ونسوي ونشتري قد ما نقدر البون ميل ليش نحتاج هالكمية ببون ميل لأن لأسف يعني لأسف نحتاج خشب مرة كثير والله بمر كثير والله كمية القولد ليماني ترمو بكثيرة يعني كاد أشوف طريقة الكرو كوين خلين نسوي فيها كلها شرايكم عشر كرو كوين أوكي مانا أحبت دائم دو واحدة باقي بس فهذا المكان أحبت دائم دو واحدة لكن المكان الثاني توقع مانا عشر أو شي زي كده طفرانين صراحة بس سعدي أتفكر الحين وشلون نخلي بوابها هذي آآ وتم تكيية حيث أنها تكفل وتفتح وجدتني طريقة خرافية ما كتدري عنها عن الواردن لا إله 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 الله والله سالفة المطر مزعجة يا عياء آآ والله مزعج أتوقع ما أقدر رقيت صحي الحمد لله أقدر طيب خلونا نروح لسبون أسعار فصولية أتوقع أنه خفض أسعاره وفي نفس الوقت صار له منافس يا سوتر والله البلوكات ذي خرافية والله هي جميلة قد أفكر أنه أنت هلويت يعني صراحة بس ما ديش تسوي بالضبط خلونا خلونا نمشي أنا يارب أني ما أحرق على أحد هو مكان عبدالله إيه شوفوا هنا مكان فصولية حق اللا روكيت تير ثري تير تو طيب بلا سعر كيف اوه مكتوب هنا تو ستاك وان كرو كوين تاع تقع تيرو وان هذي تير تو وان ستاك وان كرو كوين تير ثري أي هذا تير ثري تير تو اللي هي ستاك ونص بحبة كرو كوين وهذي فش بسعر فصولية مع أني أدري أنه خفض سعر بس هل عنده تيرو وان تير تو تير ثري زي فيصل ولا لا مش كاكلا نسجم فيصل ليه يا أخي فيصل ينفس فيصل نشوف 1 كرو كوين أوكي أوكي كناك 1 كرو كوين 1 كرو كوين 1 كرو كوين والله إنكستاكين يا لا لا فيصل عام الشغل يا ساتر 16 أوكي 16 حبة تبسيديم كرو كوين يبي يعني حطينا 16 واخذ كرو كوين إذا جد عارص مكاني هذا قلو إنكستاك شي جامد صراحة بس والله فيصل يعني كسر الأسعار يعني بيكون فيه كسر أسعار في السبود بشكل طبيعي نسعنا أوه صح في لا يترا هنا نشوف كم سعرها 15 كرو كوين هي صعبة صراحة كم كم معي 10 شراء أوكي 15 والله كبير والله كبير يحد شراء أوبا أي 3 شراء خلص لا يترا الله ما معي 15 صراحة يعني أنا راح يقولك ما أجمل الفقر وما أقبح الفقر لا ما أقبح الفقر وما أجمل فقراء أنا عكست ليش ما أدري محل عبدالله ضيعت هنا خنشوف خفض السير ولا لا 16 بلوك نفس السير ما فرق فنأخذ بلوكتين وبهير نحط حبتين يعني نحتاج كمية خشب مر طبيعية مكاننا خلونا الحين نحل هذا كامل طلعنا أربا ستاكات بس أو خمس والله شي يغضن صراحة توقعت أكثر بس ما علي يعني شو نسوي تسوي أنت اشتبي يخرب على حلقة رات يخرب على حلقة ذي أوكي دق علي تذكر شفيك تنهاج ولا ما شفتني والله أنا ما شفتك صراعا ما كنت بركز على ما اسمه البون ميلو وهذا الأشياء طيب سلوم أه أنت ما رحت معنا في الانت صح؟ لا أسف يعني صراعا توقني ما رأي سبون شفتك 15 هذا وأنا ما مال 10 15 كروكوين ها؟ ياسر ماليها يا أخي والله ماليها والله ماليها ياسر أين أقول شي غالي ياسر طباء هاي شي غالي أوكي ياسر أوكي سوي محل ثاني بنافسك زي ما نافس في الصور طيب إن أحكم الف Baron وقا فيهم أحكم قريبا ينتبه طيب ناجد طيب صراعا ده رشاوي رشاوي يعني مبرش رمضان أشف كنت طيب بيصل سلوم حلو حسنا كمشغلك أصبر أنا ما كنت أعي أنت كنت كي رأيك بارش اليوم ولله الليك يذهب لي Sas Dell' style وماشتراك الآن والله اللي تابع ما اشترك والله هذا بجلد يعني أنا صراحة أن اللي يتابعوا وما يشتركوا أنا أضر 60% وفوق حوالي 66% ما يشترك لا والله كثيرة صراحة كثير مرة أرسلك صورة حق تسميم واحد من الشباب في الاستقرام رأي عطي العافية تصمم الغرفة اللي عندي هذه فعطني رأيك فيها سنة كويسة أنا ودي أدخل كابلستون صراحة تفاصيل كابلستون ما عليك بس بلوكات أرضية شكل جميل الخشب برتقالي هذا حلو بعد والجدار برتقالي حلو ممتاز أنت تمشي على ستايل هذا المخزن أنا بمشي على ستايل وزيد عليه تفاصيل يعني في بلوكات بغيرها وزي كذا عشان كذا تغني راح للاح اسمه شاري من عبدالله ستاكين بونميل وبزيدها شكلها والله شكلي بزيدها لأنني احتاج خشب بدون ما يتحلل مرة كثير مرة كل الخرفة تقريبا خشب ممحلل طيب سلوم لا بي مقلب زي ذا مقلب مقلب كيف مقلب بالله والله رهيب رقيت فوق عشان بحط هذا المكان كلك زاز بيكون إطراء لك البوابة حلوة صدي قد يسوي بوابة قبعة القش مرة تيجي يبغاني يبغاني نسويها تعال 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 مقلب ساند يطيح ترى يمكن فجأة يطيح خلط نفتح من بعيد يعني لا لا صدي قلب فتح بسم الله انا انا ابي الليترا لأنك ما رحت معنا في الـ وتحتاج الـ بشكل طبيعي ولا الحي ما جبتها وتحتها كتاب مندنك على اساس ما تتكسر رح تصلحها في الـ شكرا تدري القولد احتاج بعيد اقوك شيء، امسك 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 اذا عمري الغولد تريدك من باقي معي حوالي 16 حبة لا لا أضبطك الغولد ترى الغولد سلوهم مرة بسيط لو تجي هنا تعال أضبطك بالغول دعني أخذ أغراضي عشان ما تنسرق سكايد اليمت نذر الروف فوق على يمين حسنا هناك أحد مسوي ذا قصر صوت الزعاج على فوق على فوق حسنا لا أهلا الله وقف هذا البكة ذكرت يرس بنون فجأة خذ لك غولد كم عندك كسبية الحين 27 وقعد يمتون حلو مرة أخرى يصوت الليفل مرة أخرى مرة أخرى وقعد هناك أغراض إذا تحتاج أغراض تحصل كل السيافر شباب لم يقصروا فيها أعطوهم مرة أخرى إن شاء الله انبسطت بالهدية سلوهم شكراً لا أحتاج مندنك لكن المندنك أضع البنطلون لا لا ترى حسنا حسنا أعطونا إن شاء الله تستاذ ما قصريت حسنا كمية الالغراض اشتركوا في القناة يمكن يمكن نسويها في الحلقة أول حلقة الجاي بحاول نسويها في الحلقة بإذن الله خلونا نروح حين نسوي حركة أول شيء خلونا نطول صوت أم شيء نسويها الحين أم شيء تعال تعال يا حبيبي تعال شيء اللي كنتم تتمنى من الزمان توقع لا من الحلقة تبتنكسر أتوقع والله العالم فنجيب الشنطة هذه ونجيب الالايترا الالايترا طيب نحط هذه نحط هذه موسيقى 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 يعني إن شارعنا هل لو سويته على وحده مستهيل أتوقع تمبت من وحده آه مستحيل مستحيل خلصنا شوف كمية الخشب اللي جمعته واحد ني ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمانية ثمان ستاكات نقول وربع يعني كمية صراحة طيبة ما أدري فيه باقي خشب هنا فوق الأشجار رحت للنذر جمعتها البلوكات اسمها شروم لايت أتوقع هنا يقول كاشرة طيب هنا شي جميل جدا نحتمان نستخدمه لأن لونه برتقالي لكن ما راح يكون بالشكل هذا لا خلقوا نبدأ الحين بسم الله وعلى بركة الله أوكي غالبا بيكون كذا عشان نحدد النص بالضبط ماينفع كذا صح هذه غالبا بتكون الواجهة أو الخلفية هذه يعني مثلا هذه هل لو كان كذا بيكون أفضل ولا لو جبنا البلوكات راح يكون أفضل طيب هذه مثلا شوف كيف بيكون الشكل لو كان والله صراحة هذا أفضل يعني في التصميم أصلا حاطت هذا لكن قلت بشوف لو يعني فكرت أني أغيره كيف بيكون نوصل كل عمود أتوقع بيكون مرة كويس كذا حلوين البلوكة اللي بعدها راح تكون أتوقع أنه هذا أتوقع الله العالم يعني إن شاء الله أنه نملي هذا المكان كله بتنشوف كيف يطلع معنا هل بيطلع بشكل خرافي أم لا لا أطني أفكر أخليها منوعة لكن ما دي كيف تطلع خلونا على كذا في بداية ونشوف لو حولناها أو قلبنا تجاهها أو ما سوينا شي من ناحية أنه نضغط عليك الكيمين وتقلوا ببرتقالية كيف بيكون شكلها صراحة أنا أحب كذا الشكل أكثر من سالفة البرتقالية هذا نكمل عندي ساعت ولا لا أي شيء والله غالبا أي شيء خلونا نجيب هذا الشيء كذا نحطه في البلوكات اللي تحت لأنه ما راح تفرق معنا أبدا والله أنا جايب خشب كثير لكن قاعد أشوف كأنه ما راح يكفي كأنه أوكي نحط زي ما كان لأنه بيكون مخبأ سري ما أده كيف بيكون صراحة بس يعني هذه حاطة إني قد ناظر فيها أقول هذا يصلاح ولا هذا ولا هذا ما أده كيف بيكون والله مبدئيا الخطوط اللي هنا نطابق مع هذه طالع شكلها حلو فأمتوا فنشوف نشوف الشكل النهائي ونحكم والله كذا متلخبط لو تلاحظون هنا برتقالي مع هذا لكن تفكرنا هذا الزاوية بس يكون امتداد خشب زي هذا هل بيطلع كويس ولا نقلب لونه لو قلبنا لونه يكون مأخوذ من هذا فهمتوا الفكرة من زي كذا والله شكل أخي بأدري يا أخي كيف هذا الأرضية هذي ديورايت ضابط مع هذه صحيح مع الجدار أي واجه ضابط مع الأرصان بس المشكلة إن التصميم اللي وردت كان عبارة كلا بتقالي زي كذا تشوفها تصير كلها برتقالي أم لا علما بأن هذه كلها بتكون زي كذا ستون بريك بعدين بيحط ستيرز وبعدين بيضبط بس إن هل تشوف أن هذا أكثر أم لا برتقالي أكثر أم لا أبدلها ببرتقالي عادي يعني زي مثلا هذا زي كذا هل نبدل هذا حلو بعد لأنه في تفاصيل في حدود يب هذا اللي غاب لأننا كنا ما في تفاصيل ما في ديتس ستكون داخل على جوة داخل على جوة يعني مثلا مثلا يعني ثنتين 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 زي كذا فهمت هي بتكون داخل زي كذا سلوم طح؟ هنا بقريبة بني أن هذا بلوك يهل بلوك اللي بعده لا لا بتكون بالجنب يعني يعني زي كذا مثلا آآ على جوة بتكون داخل زيادة على جوة على جوة ما عليك من هذا هذا كتصميم بس يعني أنا بعدين بشوف هل أني أبعد بلوك على بلوكة واحدة اللي الحين ما أحدث وش بيكون هنا ممكن يكون هنا بلوك زيادة في التصميم بس المقصد إنه هل هذا هذي تكون داخل الجوة هناك هذا لك بلوكة صح؟ طيب حلو هذا اللي أفكر فيه يعني ما أدري طيب خلنا نتخيل في النهاية سلوم ما رح تشوفها أصدق إيه نعم ما رح تشوفها أنا أفكر كذا وأفكر إنه يكون عادي لكن بي ينشاف صدقني بي ينشاف يعني هنا الأطراف إيه شف الأطراف كيف واضحة إيه على خفيف طبعا على كده لا خلا برتغالي عشان ما يكون لون فاقع وينشاف على خفيف إنه كأنه يكسر اللون اللون الرمادي ومن الرمادي طيب شرائك السقف الشيكون هل يكون نفس الخشب هذا يعني زي مثلا زي كذا زي كذا ولا يكون شي ثاني ما أنا بيحط هذا بيكون هنا بس الخشب هذا مستخدم في أي طريق هنا كذا طيب شف شفت صورة رسلتها لي ترى السقف حقها جامد دخل أنواع كثيرة دخل البريك ودخل الخشب برتقالي كتراب جميل ترى هذا التصميم حلو عشان يكون خشب داخل فوق في الأرضية وفي السقف طيب نصيحة الشي الأخير اللي هو هنا النكب تانا هذا التصميم عبارة عن تصميم خارجي أكثر من أنه داخلي هذا المكان فأنتم من بره تشوفه جامد بس أبغى أتدرج فحطيت هذا برتقالي بعدين حطيتها هذا طلع ما ايه لا مبحلو ايه ما أدري شو تسوي الحين عشان أتدرج من البرتقالي لهذا البلوكات شرائك عطا رائك مو بلازم مو بلازم تدرج يعني قصدك أن أحط ايه نفس البلوك هذا نيه توقيتني لاحظة حطيتها ولا أحط كذا هذا كذا برضو الدزاين ثاني بس الفواصل راح تكون لذلك الشكل يعني منع عشان يكون فيه لون برتقالي أنا كل همي إنه يكون فيه لون برتقالي كثير في ناس قال أحط كونكريت بس إنما أحس إنه فاخم اي فاخم بس ما ينفعل الخشب والكبستون يعني أنا بس أستخدم اللي هو ستون بريك واحتمال أدخل فيها شوية كبستون كتفاصيل مثلا كستيرز تشيل من ستون بريك وبدل بكبستون أنا أحب الكبستون صراحة يعني يعطي شكل جامد في حركة برضو اللي هي في هذا البلوك برضو مديك دخلك بلوك فاخمة أوكي اللي هو أيش بالله أرى توقع تشيزل أوكي هذي احتمال يكون صدق وحاطة في كبلك أخيرة فخمة ترى هو حاطة كبلك أخيرة هنا في هذه الأشياء شوف زي كذا 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 فخمة شوف كيف عطاها فخمة ياب ياب هو غالبا بيكون كذي يعني أشياء منوعة بس أنا أقصد كبستون هنا في التصميم اللي أرسل لي ما حط أي كبستون شوف هذي بعد أعد الإضافة تضيف وال هذي بتكون أكثر تكون السقف عشان نحط إضاءات حلو حلو وجبت بلوك الإضافة بتكون هذه النارة البرتخالية هاذا شي بيه الهيلانتر يب بس فيه في إضافة ثانية اللي هي هذي وينها يكون كذا يكون مغطى عليه بال تراب دوزة كذا شوف كيف يطلع هو صراحة ما معطيني شي للفروغ ومدريش فما دي كيف يطلع بس يكون مغطي 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 ويكون إضاءة في نفس الوقت نزيق الوستون وغيره بس اللانتر هل تضعه أم لا اللانتر تضع هنا 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 فهم اي واحتمال أنني أضع مثلا هنا زي الفنس طالع أحب كذا ومعطي إضاءة هنا شي أحلى من الفنس بعد نفس الفنس طالع من فوق نفس الفنس طالع من فوق الحديد الحديد تضع تحت هلانتر تطلع مرة فخمة يب يب هذا تطلع المرة الرهيب بس لي هنا طبعا مكان يب 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 يكون طالع من الجنب أو من فوق من فوق أنا استوعبت في الأخير أنها ستكون ورد تشستات فأنا أجعلها برتقالي على أساس تكسر شوي اللون لا ممكن تبغى برتقالي تبغى وكسقف وارضية حلوة عرضية ممتازة ولا تبغى مثلا كذا أنها يكون كذا لا 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 كثير أنا عاجبني ذا مرة بس يعني التصميم اللي تتوي شفتوم مع ريان رح يكون نفسه بالضبط بس بيكون في سلاب طالع برتقالية يعني مثلا هذه مثلا التشستات عبارة عن شون زي كذا ومفروض أن يكون هذه داخل على جو بارة عن بلوك واحد طلعت فضائح طلعت فضائح يا الله أوكي أوكي وصلنا إلى هذه المرحلة الحمد الله كل شوي نعدل كل شوي نعدل لأن ما رسينا على شي واحد وفي نفس الوقت كل شوي يطلع معنا مشكلة بالأبعاد ولا بالتفكير بلوكات يعني تستعت تفكر فيها بعد قلت نحط على جم كيف نسويها بس الحمد لله رياق وشو يذكرني قلت إذا تحط على الجم لازم نسوي كذا فقررت أن يسوي هل حركة أنا ما أدري هل هذول جم بعض أنهم شي كويس ولا لا لكن خلي كل بلوكات زي كذا عشان نحط التستات بغان نبدل كل الكبستون اللي تحت بالستون بريك لكن قبلها دعونا نسوي تستات عندنا تستات هنا أوكي طيب هذا الشي رح يكون على هالشكل هذا الأمان ما عجبني مرة بس لون برتقالي هذا اللي خلاني اختار للأسف يعني فناخذ هذا الشي ناخذ هذا ونحط هنا حبة تربدور حلوين بعد هنا نفس الشي شوف كيف طلع شكل ما أدري كيف بيطلع مع السقف لكن إن شاء الله نيطلع بشكل برتب هنا الميزة إن نختفى هذا الشي مرة من شكل مشوح صراحة شوي بس ما أعطي إضاء نحط هذا الشي هنا بعد ونجيب هذا ونحط هنا حلوين وصل للمرحلة الحمد الله راضي عنها جدا صح أنها مو المرحلة اللي يبغاها لكن والله راضي ليش أكتب المحل باسمي هذا المكان سيكون ممر مخفي يحتاج شي مهم جدا لا أستطيع أجيبه في هذه الحلقة اللي هو نروح الواردن مكان النزرق ذا يبلغ لازم أجيبها عشان يتفاعل هذا المكان المكان السري هذا حاليا حطت فاتحة صغيرة عبارة عن مكان شستين تقريبا ما أدري كب يكون لكن لو كملت لأي هنا لأنني لا أدري ما أدري بسوي هنا بالضبط هذه منطقة يحتمل أكملها كلها برتقالي بعدين أدرج إلى هذا الشي حاليا عاجبني الشكل حطيت كرافتينج هنا لأنني أحتاج لكرافتينج بنفس الوقت حطيت ها في مكان واحد فأنا قلت لا ما يصلح أني يحط بكام واحد لازم مكان مكان هذا شكرا لك يا أشوف حساب استغرام بالضبط وشو ومسمي نفس الدجاج ما يدخل دي جي اي جي اتش شرط تحت الله يسعدك على الإختراحات صمم لي في بداية قلت لا ما أبغى كذا أبغى ميكس بين برتقالي وأشياء ثانية صمم لي هذا وعجبني يعني احتمال أني غير علي كم شي لكن خمس بلوكات هنا ثلاث بلوكات فقط لإني كسرت الجزاء اللي زي هذه هنا اللي كانت نازل لإني كتناوي أحط عليها خشب زي هذا واضطريت أني راح جمع مجديد قد ما يصلح لازم أني أدور شي خرافي يصير هذا المكان يكون لكل واحد فوق ترابدور وفوق ترابدور احتمال يكون في ترابدور ما أدري أبغى أصل هذا الشي هنا وغطي هذا المكان كامل بحيث يكون بس ترابدور فوق بعد اثنين عشان ما يكون شكل مزعج وبنفس الوقت يبغى لنا اللانترن هذه نضيب إلى هنا لمسات حلوة ورح تعطي إضاءة جدا جامدة وريان زي ما قلت لكم عاط السلسلة هذه لو ويقول له وتحطها كذا نازلة وفيها اللانترن بيطلع شيء أسطوري جدا فبإذن الله الحلقة الجاية راح تكون فيها الغرفة مكتملة بإذن الله احتمال يكون عندنا متجر في الحلقة الجاية تكمل عفا جميعا الأمانة طولت أنا مرة كثير وما أدري يعني ودي أكمل بس الحلقة تنزل اليوم يعني ما ما تسميها بالمتفاعل لكن ما أدري شو بالضبط تفكر في المنتسبين ولا تفعليه في الإستقرام ولا سناب ولا تويتر اللي هو لكن ما أدري شو نسوي ترجمة اللعب يا جميع إن شاء الله استمتعتوا اللي ما يشترك يشترك خلونا نوصل 800,000 شوك ما لخير السلام